قبر اطلاق صراح سيف الجذافي من محبسه في قرية الزنتان الجبلية التي تبعد 180 كم جنوب العاصمة طرابلس بين تأكيد ونفر قول بانه خرج واخر بانه لم يخرج ففيما اكد احد محاميه الاربعاء الافراج عنه ومغادرته سجنه في الزنتان وفقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان طبرق جاء تأكيد منافر لذلك في بيان صدر الجمعة عن مجالس الزنتان الثلاث اوضح ان سيف ابيه لا زال رهين محبسه سيف الجذافي الذي فقد ثلاثة من اصابع احد يديه في غارة صاروخية لطيران الناتو حسب قوله كان قد تورط في اعمال وصفت بانها جرائم ضد الانسانية اثناء ثورة السابع عشر من فبراير وحكم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ربطت بين سجنه في الزنتان ومقر محاكمته في طرابلس التهم التي وجهتها محكمة استئناف طرابلس للجذافي الابن كان من بينها المشاركة في قتل الليبيين اثناء ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 والتحريض على القتل والابادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب افعال غايتها اثارة الحرب الاهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم اخرى تتعلق بفساد مالي واداري وترويج للمخدرات افضت الى الحكم عليه في الثامن والعشرين من يوليو عام 2015 بالاعدام مع اخرين رميا بالرصاص سيف الجذافي يحتجزه فصيل مسلح في الزنتان كان قد اوقع به مع عدد من مرافقيه في كمين بالقرب من بلدة اوباري جنوب غربي ليبيا عام 2011 عندما كان بصدد محاولة يائسة لمغادرة البلاد في دولة النيجر وظل محتجزوه يرفضون تسليمه للسلطات الليبية في طرابلس بحجة الخشية من هروبه من قبضة العدالة الابن الذي عاش في جلباب ابيه نحو اربعين عاما سواء انجح في الافلات من قبضة معتقليه في الزنتان ام لم يفلح سيبقى طريضا للعدالة الدولية فمحكمة الجنيات الدولية طالبت السبت بالقبض عليه وتسليمه اليها فورا لمحاكمته بتهمة مزدوجة مفادها القتل والاضطهاد للمدنيين الليبيين